أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر أهلاً بيك يا مارينا أهلاً بيك يا فرحة النهاردة الحلقة يا مارينا هتكون بعنوان نبي بلا معجزات أصدق على مين طبعاً هيكون أصدق على مين؟ على النبي محمد نشوف طيب هنشوف في صورة يونس الآية 20 بتقول إيه؟ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين يبقى الكفار طلبين من محمد آية من ربه عشان يصدقوا أنه هو نبي فقال لهم طبعاً استنوا قال لهم ولا الله قالوا روح قول الله طبعاً الله قالوا روح قول انتظروا بتعرفاني فهم الحكاية يا مارينا قال لهم فبيقول لهم الله هو اللي بيقول صح بس بيدي وضح للناس إن الله هو اللي قاله ما هو عشان مش ما فيش الله ولا حاجة ولا حيقدر يعمل حاجة فحيقول كلام بقى بس إحنا عايزين نوضح الفكرة إنه ما بيتكلمش الله قالوا انتظروا هل هيدينه في الآخر ولا الله بيقوله انستدوا هنشوف بحيديله ولا لا استدنا يعني خذك ما هنشوف في التفسير عشان إيه ماشي ابن كثير بيقول إيه ويقول هؤلاء الكفر الملحدون المكذبون المعاندون على طبعاً لو لا أنزل على محمد آية من ربيه يعنون كما أعطى الله سمود الناقة أو أن يحول له الصفة ذهباً أو جيح عنه من جبال مكة واجعل ما كان بستين وأنهار ونحو ذلك مما الله عليه قادر ولكنه حكيم في أفعاله الله حكيم في أفعاله وأقواله طبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات تجري من تحت الأنار ويجعل لك قصوراً لو هو عايز يعني دي آية فبيقول إيه هو ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا سمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً دي في صورة الإسراء وبعدين يقول تعالى دي بقى المهمة في الموضوع إن سنتي في خلقي أني إذا أتيتهم ما سألوا فإن أمنوا وإلا عجلتهم بالعقوبة معناها إيه دي لو سألوا آية وأنا جبتها لهم على طول ما أمندوش أعجلهم بالعقوبة طب ما دي حلو هم تازة وهم عايزين بكده ولهذا لما خير رسول الله هنا بقى في التكيير بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عجلوا ها وبين أن يتركهم وانزرهم يبقى إذا النهاية أنا مش هدي يا جماعة لمحمد آية ها ليه ليه مش عايز يدي لهم آية لحسن إيه يعجلوا من الآخر هو مش هيدي آية لأنه مش هيعرف لأنه مش الإله بيقول لهم انتظروا ليه انتظروا خليك بقى ما يمكن تيجي حاجة كده بالصف نشوف تفسير ابني كسير كمان لصورة الأنعمة وتسعة وأقصموا بالله جهد إيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمننا بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون تفسير ابني كسير بيقول إيه تفسير ابني كسير رح قال لنا إنه مواجزة طبعا يعني مواجزة إحنا عارفين معاناها قال يسألونك الآيات تعنطا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشات يبقى دلوقتي يبقى دلوقتي يبقى بيرسلوا كده عشان إيه بيعندك يعني بيعندوك بس بيطلبوا معجزة وبعدين يقول لنا كده ابن جرير بعد عن عن قالوا يا محمد تخبر ده أن موسى كان معه عاصة يضرب بها الحجر فانفجرت منه سنته عشر عين وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموت وتخبرنا أن سموت كانت لهم ناقة فأتنا من الآيات حتى نصدقك اللي جاية بقى مهمة فقال رسول الله أي شيء تحبون أنا أتيكم به يا سلام عايزين إيه ورعمل هولكم فقالوا تجعل لنا الصفة ذهبا فقال لهم فإن فعلت تصدقونني فقالوا نعم والله لأن فعلت ندبع عنك أجمعين حلفه حلفه فقاب رسول الله يدعو ودي أنا عندي ملحوظة على قام رسول الله يدعو أنت رسول هتدعي المفروض ربنا يستجيب صح مفروض فجاءه جبريل فقال له لك ما شئت إن شئت أصبح الصفة ذهبا والآن أرسل آية فلن يصدقوا عند ذلك ليعزبنهم إن شئت فأتركهم حتى يتوب تأبهم فقال لرسول الله لا بل يتوب تأبهم خلاص ما تعمل ليش يا حنيين ما تعمل ليش المعجزة الأحسن ما يأمنوش فأنت يروح بس فلح إنه يروح يحزب طب إنت بتدعي ليه من الأول ما إنت يقول لهم لأ وهو حنيين الرسول كده يا مارينا الله هو أحن من الله مع الله قبل كده فنى يعني أقوام كتير يعني الله بالزبط بالزبط كده فأنزل الله وأقسمه بالله إلى قوله إلى الآخر أيوة مارينا مش يعذبهم الله بأيديكم واش في قوم يعني هو في الحتة دي لما طلبوا منه قال لهم خلاص أنت عايزين الصفة يبقى ذهب طب أنا حدا يا ربي طب ما أقول لك بقى لو عملنا لك كده وانت عايزت يعني لا يرجع يقول لهم ده جبريل جه قال لي وانا مرضتش وانا مرضتش طب واشوفي كلامه المختلف بقى يعذبهم الله بأيديكم يعني عشان نوضح برضو المشاهدين عشان احنا عفاهمين لكن هما مسلمين وضحيها طيب يعني في آيات تانية بيعمر المسلمين يقولوا ليعذبهم الله بأيديكم ويش في صدورة قومهم ومؤنين يعني مش كل الآية صحة كده بس بما معناه يعني فانت إزاي بتقول مش عايز أعذبهم لأ وبس أنا هعذبهم أنا نحنين عليهم وبلاش تجيب آية ولا حاجة عشان نحنين عليهم عشان نهم ما صدقون يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم ويخذهم وإلى آخر الكلام ويش في صدورة قومهم نقطة تانية أنت قلتيها طيب من لقى الأقوام اللي قبل كده ما قلنوش فعذبهم هنشوف كمان الكلام ده هنشوفه فيعني هو دليل على إنه مش عارف يجيب معجزة ولا جبريل ولا ديولو بيتلكك بس بيتلكك أنا بس بحبك يا جماعة عشان أنا مش عايز أعذبك في صورة الأنبياء خمسة بل قالوا أضغاص أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون عايزين يصدقونه نبي هات آية واحدة طيب عشان بس النقطة دي حتة صغيرة عشان اللي بيطلعوا ويقولوا لنا قعدوا يقولوا إيه الكلام الحلو ده وإيه الكلام الجميل ده عليه الطلاوة وحلاوة وحلاوة والكلام ده فهم نفسهم مش معترفين مش معترفين أن القرآن آية ولا معجزة أصلا بالزبط قالوا إحنا ممكن نجيب مثله أصلا وفي نفس الوقت بيقولوا له لا بس إحنا عايزين آية ابن كسير بيقول إيه وقوله بل قالوا أدغس أحلام بل افتره هذا إخبار عن تعانة الكفار والعدوم واختلافهم فيما يصفون القرآن وحرتهم فيه وضلالوا معنا فطر يجعلونه سحرا شوفيه وطر يجعلونه شعرا وطر يجعلونه أدغس أحلامه ومفتره يعني لما بيقولنا أن القرآن جيه في وقت العرب اللغة العربية لا أصلا ما كانوا بيقولوا على الرسول أنه هو ساحر مجنون شاعر أدغس أحلام بل كده اللي هو شاعر فما كانوش بيقولوا واو ده حلوة وطلوة زي ما المسلمين بيفكروا أنه جيه وسط العرب فجاب لهم حاجة باللغة العربية الفصل حقيقة فليأتنا بآية هم أولي فليأتنا بآية كما أرسل الأولون يعنونا ناقط صالح وآية موسى وعيسى وقضى قال الله تعالى إحنا ما منعناش أن نرسل بالآيات إلا أنكذب بها الأولون وقتين سمود الناقة سؤالي هل الأولون كذبوا طب أنا حسألك أنا سؤال ورد علي موسى لما اتشأ البحر مين اللي مش وراء الشعب كله الشعب كله وبعض من لفيف مصريين المصريين يبقى ما كذبوش بالآية لا عيسى لما عمل معجزات الناس مشوا وراء كتير جدا واللي آمن بالمسيح ناس كتير واللي بشر مصر مصر كل العالم هم تلاميذ المسيح وناس مؤمنين برضو طلعوا معاهم قال لك سمود ومش عارفة خلينا من سمود بس إلا أنكذب بها الأول طب و يا سيد يسيبهم ودلهم الفرصة يكذبوا هم هيروحوا من تحت يدك فيه صح؟ أو اعمل معهم طب أنت عملت اللي عليك بالضبط أنت جبتيها بالضبط أنت عملت اعمل اللي عليك يا عم ولا أنت ما عندك شيء له يعمل معجزة أوه لا ما فيش ما مش قادر يعمل معجزة فضالي في سورة الاسراء 59 برضو تفسير من كثير اللي هي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أنكذب بها الأولون وقتين سمود النقم بصرف فظلموا بها وما نرسل الآيات إلا تخويفا برضو خلي بالك اللهم مش بيرسل آيات عشان يخوف بهالناس كلام يعني ده كلام صح غلط يعني ده عايزهم يرجعهم آه تخويفا إيه يعني مهم يقول لك إيه برضو دفس الكلام المشركين راحوا لبحمد وقالوا أنك تزعم أنه كان قبلك أن بيأف منهم من سخرة له الريح منهم من كان يحيي الموت فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فإدع ربك أن يكون لنصف ذهبا فأوحى الله إلهي أني قد سبعت الذي قاله فإن شئت أن نفعل الذي قاله فإن لم يؤمنه نزل العذاب فإنه ليس بعد نزول الآية منظرة إلى آخر الكلام لأن الكلام كتير خالص وإحنا لسه قدامنا حاجات نقولها يعني تقريبا نفس الكلام في حاجة كمان يا فرحة في المعجزات يعني هقولها بسرعة عشان فيه كلام لسه تفضلي المعجزة لازم يكون لها هدف مفيش حاجة دعبط يعني خليلي دهب خليلي ده مش عارف إيه المعجزة لها هدف يعني ربنا لما شق البحر هدف دي الناس تعدي لما ربنا يعني لما المسيحي قوم موت شفى مرض لما ضربت صخرة جب ما يعشي الناس تعطشانا يشفي برضا هدف وشفاء مفيش حاجة اسمها معجزة بلا هدف شق الأمر ده بلا هدف ده كلام فاضي ده ده كلام فاضي ده زي شغل السحر خليلنا إيه الجبل دهب خليلنا شقلنا الأمر ده الله لا يفعل شو يعني واستعراض الله لا يستعرض هو الهدف المصلحة وعشان الناس تؤمن وما يستعرضش مصلحة الإنسان أولا فرد الإله يعني بينكم سين إله اللي هم بيدعي نهو أكلم ربنا وربنا رجع رد الإله يقول له أنا لو عملت كده وما صدقكش أنا هعزبهم ده كلام فاضي ربنا كل مواجزاته بهدف بزرق ولادة المسيح من عزراء لها هدف بس لها مش وقت نحن نتكلم طب تعالي نشوف بقى في الإسراء المعرة الكبيرة دي الإسراء من تسعين لخمسة وتسعين طبعا أنا مش هعد أقرى حاجات كتيرة قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنارخ لا لا تفجيرا أو تسقط السماء شو في قد إيه كما زعمت علينا يعني هو هو اللي بادر وقال أنا هخلي السماء تسقط عليك أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو أو كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة في حد يجيب ربنا والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء على فكرة دي في صورة الإيه الإسراء يعني ما حصلش إسراء ولا معرج ولا حاجة لأن دي في صورة الإسراء يعني أول صورة الإسراء سبحانه لذي أسرى بعبده ولا أسرى ولا بتاع ولا معرج ولا أسرى ولا غيره الآية دي تبين إيه إنه ما فيش لو كان أسري يا بيه كان زمنه قال يا جماعة ما هو لو كان أعرج بيه أعرج بيه أسري هو أعرج الإسراء هو راح بالليل ماشي كده لكن المعرج طرقة في السماء دي المعرج المعرج أو يكون لك بيت من الزخرف أو طرقة في السماء دي المعرج ولن لؤمن لرقيك حتى تنزل عنه لنا كتابة ونقرأ طب ليه ما يقولهم شو ما معاكو القرآن هو ما يقولهمش سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أيها ليه ما قالهمش أنا ما هو القرآن معاكو أنت بتطلبوا طب ليه ما قالهمش كده ليه شوف الرد بتاعه قالهم إيه ما أنا إلا بشرا رسولا يعني أنت عارف يا رسول الله أن كل الأنبياء ما كانوش بشرا رسولا ولا هو أنت الوحيد اللي بشرا رسول اللي عملوا المعجزات أنا بتكلم المعجزات أيها بس خلي بالك كمان بيقول كل سبحان ربي كل يعني الله بيقوله وروح قلهم أنا بشر أنا بشر وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر وليه قبل كده كان فيه إيه مثلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشونها مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملائكة رسولا هم يعملوا إيه في البلائكة مش عارف ومطمئنين يعني ممكن ياخدوهم مقصة حرامية ولا حاجة طيب بص يا مارينا أولا في النقطة دي كلها محمد هم عرضوا عليه شوية حاجات اختار اللي أنت عايزه وكمان منه اللي أنت ما قلته اللي قلته أنك تسقط أنت زعمت أنك ممكن تسقط علينا السماء كسفا حتى هو كان بيقول كلامي بيدخع أنا هتربق عليكم السماء هتربق عليكم السماء فنجربوا أنا هخلي بقى السماء تنزل عليكم مقطع حتة حتة واخد بالك قال إيه مفيش معجزات يبقى في النهائي مفيش معجزات صح؟ أيوات أثبت بقى محمد ده نبي بن عندي ربنا ازاي؟ أه بخير اسمعي بقى الحتة دي كنت عملتها مع الأخ مالك حلقة الحلقة 161 وكان في الدقيقة 11 أو حاجة عملين معجزات الأخ مالك جاي بمعجزات النبي معمولة إمتى معجزات محمد تطورت القرن التاني كان ابن هجام عشر معجزات وبعدين زادوا بقوا أربعين معجزات للموارد ده في الموارد تكسروا القرن السادس كتاب الشفاء للقاضي المعجزات كترت بقت 120 معجزة القرن الثامن في السيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي 3000 معجزة في القرن اللي احنا فيه بقى كل سنة وانت طيب ما تعديش بقى لأن كل يوم بتحصل معجزة كل يوم يزودوا بقى ودي معجزات محمد المؤلفة يا جماعة بس هو أي حد هيقول انه محمد ليه معجزة بيكذب القرآن بالضبط ان القرآن بيقول وما منعنا ان نرسل بالآيات احنا انا ميناء بالضبط وكده يا جماعة ويا مرينا بشكرك جدا بقى محمد بلا معجزات ده بحسب القرآن اما بحسب تأليف الناس ففي معجزات كتيرة وابتدت من القرن التاني لابن اشام وتشوفوها ويريدكم نشوفوا الحلقة 161 ونشوفكم في الحلقة من برنامج القرآن دراسة وتحليل نشوفكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة